موسيقى اجواء أخويا وتحمل مسؤولية من طرف الجميع للأعضاء ولا السلطة المحلية ولا الرئاسة والنواب و تم اطلق المشروع على جميع الأعضاء وتناقش بصيغة حميدة وتم تصويد عليه بالإجماع بالنسبةft المشروع للقانون الداخلي كان أولاً خدمناه كأعضاء مكتب مجلس العمالة كمشروع من بعد خلينا فرصة حتى في إطار الديمقراطية والتشاركية أن حتى أعضاء مجلسة هما يدلوا بالرأي ديالهم يقولوا الملاحظة ديالهم وبالتالي عادي أن الواحد يناقش يعني كنا خضب بكل سعة صدر وكل أخذينا باهتمام أنها يكون تدرج النقطة التي تبالينا هي أصلاً منطقية وكتوافق نظام تنظيمي لأن هذا النظام الداخلي هو كان الشموات التي يمكن أن تدير فيها تعديلات لأنها تحتك تعمل بالنظام التنظيمي في حين كان واحد الفقرات بحل الليجان بحل الاجتماعات المجلس بحل التوقيس هذي كتخلي يعني أعضاء المجلس حتى هما يدلوا بالرأي ديرهم في هذه النقاط فيما يخص مشروع ديال النظام الداخلي هو شبيه أو نسخة مطابقة للنظام الداخلي للمجلس السابق بمعنى أننا كنا كانت ناو يتم تجوي دياله لإضافة بعض البنود ولكن للأسف أنه تم اعتماد نفس النظام الداخلي لدينا بعض ملاحظات شكلية فيما يخص تخصيص توقيت الزمني ما يبقاش بيد رئيس ولكن النظام الداخلي نحدو فيه توقيت المدخلة لكل عضو كان عندنا ملاحظة أخرى فيما يخص واحد البند وهذا هو مخالف للنص القانوني 114 يقول أنه في حالة يتم إدعاء المتابعة القضائية يمكن أن نسألو هذة 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 أعضاء جيين عمل تطوعي باش نجيو المجلس باش نقوم ببواحد العمل أو هذة 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 وهذا ربما احنا في حزب تقدم الشركية وفي الأحزاب الديمقراطية قطعناه مع هذة الأساليب هذة هذة شوية يشمئز له هذة وطلبنا بتعديل ديالو استيغد ديالو اعتماد الاعتماد ديال الفقرة اللي هي منصوص عليها في القانون مئة واثناش ربعطاش تتحدث عن المادة الحيو ثلاثة في النظام الداخل نعم أستاذ النظام الواحد وثلاثين وفيها المتابعة وتحمل هذة 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 لترافع ودفاع عن المصالح هذه المواطنة المواطنة نقشنا مجموعة من النقاط المدرجة في النظام الداخلي وكان هناك واحد نقاش يعني نقاش ديمقراطي نقاش مع مختلف مكونات المجلس وتمت الإشارة إلى أن مجموعة من النقاط تم عدم الإشارة إليها ونبهنا سيد الرئيس والمكتب ديالو إلى هذه المجموعة من النقاط من أجل استدراك ما يمكن استدراكه قبل المصادقة للقانون هم نقطة بالنسبة لك نساء المواطنة يتم التعديد بالنسبة لنقاط مجموعة من النقاط هذه متعددة أولا بالنسبة للجنة يجب كل لجنة نعطوها الاختصاصات ديالها يعني يتم الإشارة إلى الاختصاصات ديالها ليس لن يكون شونك تداخل بين اختصاصات اللجان هذه اللولة حاجة أخرى هو أننا نلزم أن الإخوان الذين بدأوا الجلسة مع العشرة يسالوا مع الربع مع الجوج والربع إذا لم يمكن لنا لسالة إذا كان لابد الإشارة أنها تكون كحد أحصى أربع ساعات إذا سال لنا ما حداش إحنا مجبروا لأننا نبقوا تل الجوج بهذا القانون الداخلي بهذا النظام الداخلي إذا لابد من استدراك مجموعة من الشوائب التي يعني ألحقت بهذا النظام الداخلي والإخوان راهم يتفاعلون مع جميع تدخل الدين عدم توصل بمشروع النظام الداخلي في الوقت الذي يسمح المنتخبين بشيء قراره ويدروا فيه تعديلات أثارت واحد جدل داخل دورة مجلس عمل الدار بضاء أجي نشوف أشغاله المنتخبين فعلا في هذه القضيات من النقاط التي ترتيب تدخل ديالك هو قضية أنك لا توصلتش بالنظام الداخلي في الوقت القانوني لماذا؟ أولا المدة 36 من القانون تنظيمي 112 على 14 تقول بأننا على الأقل سبعة أيام قبل الدورات أننا نتوصلوا بالوتائح للأسف توصلت بها غير البارح وعلم أن هذه المدة 36 تشير كذلك إلى أن التوصل يكون إلى العنوان ليس إلى مقر المقاطعة وأنا توصلت به في المقاطعة ولم كان لدينا الوقت بشأننا أن تكون دراسة كافية وشافية لجميع النحط جميع الأعضاء تبصله هو تقولك تبصله ولكن تبصله متأخر واحد من بين الأعضاء واحد وطريقة حيث يتمشوا ومشوا لمقاطعات ومالي أعطاه لهم في الوقت المحدد أنا شخصيا توصلت به في الأجل القانوني وقدرت لي قراءة الأولى والثانية والثالثة أنا شخصيا ما نطعش لي هذه المشكلة نحن جميع الأعضاء يعني فاشي الله فتح الرئيس للجلسة هو الجميع الأعضاء وقالوا لي قال لي هم كلكم واش توصلت بهذاك الاستدعاء كل شيء توصل بالاستدعاء كبال يعني كل شيء يقراه وتوصل في ذلك المدة القانونية حنا أعطينا كل واحد على حسن بعنوان دي المقاطعة دياله وكانوا كل شيء الأعضاء قالوا بأنهم راح توصلوا به وكانت المدة كافية أنهم يقراه ويدرسوه ويسجلوا ملاحظة دياله موسيقى